يعني شدني في الرسالة أنك اعتبرت منصب مستشار خاص بالأكاديمية الإماراتية الدبلوماسية غطاء لرشوة محتملة يعني ما الذي جعلك تعتبرها رشوة لأن المستشارين لا يقومون بالعمل هذا مجانا إما أن يتلقوا مرتبات ومكافآت مباشرة على عملهم كمستشارين أو أن تقوم الهيئة التي يعملون فيها بتغطية مصاريف وملحقات ومستلزمات للعمل والاستشارة وما إلى ذلك فهذه قد تكون رشوة مستترة ولهذا طلبنا بالتحقيق حتى نعلم فعلا طبيعة هذه العلاقة لأننا لسنا سدج ونعلم أن هناك طرق كثيرة للتأثير ولي أن يستفيد شخص ما من علاقته بحكومة ما ويسخر هذه العلاقة لمآرب غير سليمة وهذا يتطلب التحقيق وعندنا كذلك سابقة برناردين وليون الذي كانت التسريبات حقيقة صادمة جدا لما قام به لما حاكه ضد الثورة الليبية وضد بلادنا الحبيبة وكيف أنه كان يتفاوض مع وزير خارجية الإمارات على المرتب وعلى مكان الفيلا الذي يريد أن يمنحونها له وما إلى ذلك لا